تحيي الأسرة الأردنية يوم غد السابع من شباط الذكرى التاسعة عشرة ليوم الوفاء والبيعة ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى وذكرى البيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999 ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في ذكرى يوم رحيل الملك الباني الحسين بن طلال يستذكر الأردنيون مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجازات على مدى 47 عاما خضها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث وإعلاء شأنه وخدمة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية الأردنيون وقفوا عقب رحيل المغفور له الحسين الباني بحزم وثبات إلى جانب من نذره لخدمة وطنه وأمته جلالة الملك عبد الله الثاني لمواصلة مسيرة البناء والتحديث والتنمية والإصلاح على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم أنه حذر من هبوط الخطاب السياسي والإعلامي وفي يوم الوفاء للحسين يستذكر الأردنيون سجلا تاريخيا حافلا لمسيرة الدولة الأردنية منذ اعتلاء جلالة الملك الحسين عرش المملكة في الحادي عشر من آب عام 1952 وتوليه سلطاته الدستورية في الثاني من آيار عام 1953 حيث حرص على خدمة الشعب الأردني ورفع مكانة الدولة الأردنية وأسار الأردن بخطة ثابتة وراسخة وفقا لسياسة حكيمة انتهجها أساسها التوازن والمصداقية واتخاذ القرارات المدروسة بوجه عام الأردن اليوم يواصل مسيرة البناء والتحديث والتقدم في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أقسم في السابع من شباط عام 1999 اليمينة الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهشمية ليمضي قدما بالمسيرة الوطنية الأردنية ولتعزيز مبناه الأباء والأجداد الذين قدموا تبحيات الجسام لرفعة الوطن ومكانته اشتركوا في القناة